وإلى العاصمة المؤقتة عدن حيث نفذ مرضى زراعة الكلاء وقفة احتجاجية أمام مستشفى الجمهورية وذلك للمطالبة بتوفير الأدوية اللازمة التي يحتاجها المرضى بشكل دائم طوال الحياة ونشد المرضى وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الأدوية لهم كونها غالية الثمن وغير متوفرة في عدن منذ عدة أشهر الدواء هذا بيكلف علينا مبالغ لا نطيقها ولا نقدر عليها يعني إذا كان بالغسيل بيكلف تقريباً مئة دولار كل غسلة والمرض بيغسل بل أسبوع غسلتين تقريباً بالشهر ثمان غسلات بثمانمئة دولار تقريباً أو قل أقل بقليل طيب أخرج يقبلنا أدوية وفي قمعيات بالبلاد العربية يوفر هذه الأدوية رأفة بنا كناس معدمين فأنظروا إلينا فقط نظراه ليست نحن مقرد رقم زائد في المجتمع هذا لا نحن لنا حقوق نحن مرضى ونحن أبناءنا لما يقولوا أن عدم الدواء صدقونا والله الذي لا إله إلا هو إنه يدخل في دواء ما ليش بتترتب على الأسرة ديون لا نطيقها لا نحن ولا الأسرة كاملة واللي بيعطيك أتمنى أن تكون كلمتي هذه لامست أذن صاغية وقلب حنون الحكومة ملزمة أن توفر لهؤلاء المرضى هذه الأدوية مثل ما هي ملزمة أن توفرها للأمراض السرطان مثل ما هي ملزمة توفر لأمراض الفشل الكلوي لأن هذه الأمراض أمراض مزمنة يعني المريض في حالة حياة أو موت فهل يعقل أن خلال هذه الستة الأشهر ما في حتى حب دواء وزارة الصحية ما تقدر توفر حتى حب دواء لهؤلاء المرضى في ناس ماتوا فعلا في ناس أصحابنا ماتوا بسبب ما استطاعوا أنهم إيش يشتروا هذه الأدوية والوزارة ما وفرت لهم ترجمة نانسي قبل